مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صحة صيامك وأكيد ضيفتنا دائما المميزة معنا اختصاصية التغذية نور الصبان اللي رح نسأله اليوم ورح نحكي اليوم عن الرجيم عن النظام الغذائي المفروض يكون بشهر رمضان المبارك لإنقاص الوزن وأكيد هو هذا السؤال الشائع مني أجر مرحبا يا نور أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكي وقبل الحلقة كنا عم اتناقش أنا وياكي وعم بسألك أنه هلأ يا ترى برمضان بينزل وزني شي ولا لا أنا من الأشخاص اللي سابت لا بطلع ولا بنزل برمضان بس بعد رمضان يبلش بقى يطلع وزني بقى اليومنا نحكي عن الرجيمات لأنه اجتني بصراحة يعني رسائل عديدة جدا وعم تقول أنه مشان الله بس اسأله أنه كيف بدي نزل وزني برمضان وهي هي فرصة كتير حلوة بشهر رمضان المبارك والناس يا نور تتفاجأ أنه برمضان بدل ما ينزل وزنها بيدوبة الوزنها فشو السبب يا ترى شو وين كلمة الصر بقى للأسف فعلا يعني منلاحظ أنه كتير في أشخاص بصير عندهم زيادة بالوزن عواضما هنه ينزلوا فهو مفروض أنه ينزلوا هم مفروض أنه هنه يزيدوا لا بصير في زيادة بالوزن لأنه هنه الأول ما ببلشوا ببلشوا فورا أنه بالوجبة بطريقة كتير أنه بيأخذوا كتير كتير كمية كبيرة أنه بس خلاص بدهم أنه يأكلوا ما أنه صلهم فترات طويلة بالصيام فبالشوا فورا بوجبة كتير كبيرة بلاس الحلويات اللي هي ما نتواجده عنا بشكل يعني قبل رمضان ما نموجود عنا حلويات لشكل يومي صحيح صحيح عجنات والعصائر اللي فيها سكر كتير فهذا الموضوع كله بيساعد على زيادة له الوزن بلاس كمان في عنا عدم ممارسة رياضة لأنه كتير في أشخاص ما بيمارسوا بصيروا رياضة أبدا من شهر رمضان وكتير قاعدة طويلة ومتل ما قبل حكينا أنه هي رياضة بتكون ريمونت كنترول أنه خلاص على على التي بي وخلاص هيك أو على الموبايل وما في حركة فهذا كتير غلط طيب لازم إحنا نتحرك ولازم كمان نعكل بطريقة صح ممتاز يعني هاي مقدمة جميلة جدا وحلوة كتير ومشجعة بصراحة أنا اليوم بدي أسألك يعني في حدا بعطلي وهو مستحي طبعا عم يقول لي هي بنوتة طبعا هي مو شاب عم تقال لي أنه أنا بدي نزل الوزني برمضان شو نظام الحماية اللي لازم أنا أعمله اللي هو مثل المتعارف عليه هو الرجيم برمضان شو لازم الواحد يعمل حتى ينقص وزنه برمضان في قواعد أساسية لازم أنا أمشي عليها بلس كمان أني اتبع حمية مناسبة لصحتي أنا أول شغلة بدنا نعمل تشيك عب نحنا بشكل عام لما نلاحظ على حالنا أن نحنا ما بينزل وزننا أبدا وعم نعمل كل شي يعني كل شي بس ما عم ينزل وزن أكيد في عنا بتكون مشكلة داخلية سواء كان نقص حديد أو في عنا مثلا مشاكل بالنساء في سيو أو في عنا موبيد مع متعدل الكيسات مشاكل هرمونية نشوف إذا في عنا مشاكل مرضية أو قصور بالغضة الدرقية فهذا كله بيلعب دور أنه ما يصير في عنا تنزيل بالوزن هذا أنا في حال أنا عم بتتبع كل شي قواعد وكل شي وما عم ينزل وزني كمان ممارسة الرياضة حكينا عليها نحنا قيمت لازم ممارس الرياضة وشو الرياضة اللي أنا لازم ممارسة هلأ في حال أنا شخص مالي كتير مالي كتير بقدر إني أنا ممارس الرياضة رياضة خفيفة مثل اليوغا مثل مثلا مشي وفي أنا بدي ألعب حديد ألعب بعض الأفطار أفضل إني أنا ألعب بعض الأفطار وباخد أنا وجبة بعض الأفطار تقريبا ساعتين ساعتين ساعة ونص ساعتين تمام ساعة ونص ما يصير في إزعاج يعني ساعة ونص فينا نقول وسطيا وتسحر لأن السحور كمان كتير بيساعد على تنزيل الوزن مو بس فقط أني أنا أخذ فقط الأفطار وخلص وبعدين بيجي أنا مثلا بأخذ قطعة حلو بقول لحالي أنه أنا بدي أخذ قطعة حلو وخلص هلأ في حال أنا شخص ما في عندي ولا مشكلة مرضية وأنا بدي حاب أني أنا نزل وزني حلو أهم شغلة أنه أنا ما يكون في عندي بوجبة الأفطار كميات كتير كبيرة يعني ما في عندي لا كميات كتير كبيرة ولا أصناق كتير كبيرة ما علي حاطة عصائر صناعية كتير يعني يعني وضحينا أكتر شوي نور ما علي شي حتى يعني الناس تعرف شو الكميات الكبيرة أو الوجبات الكبيرة شو بتقصدي يعني بهذا الموضوع يعني مثلا أنا بدي حط خليني بس بس فقط على طبخة الرئيسية شوربات بالإضافة للسلطة ما إجي مثلا في عندي اليوم مثلا طبخة رز بازيلا مع مقبلات اللي هي حتكون بطاطة مقلية وسنبوسك ونحط باستة مثلا وبالإضافة للشوربات والسلطة أنا إجباري بدي سير بدي أكل من كل هالأصناف هذا الموضوع غلط يعني ما نحط إجباري بدي أكل من كل هالأصناف هذا الموضوع غلط يعني يعني نحن نعتمد على صنف واحد فقط لا تاكل المقبلات اعتمدوا بس على الطبق الرئيسي يعني شو من كان يكون بس اعتمدوا عليه ولكن قبله ضروري ناكل صلطة أو شوربة تماما ونبلش دائما بكاستر المي في أشخاص دايركت ببلشوا بالعصير هذا غلط غلط كبير كتير أنه أنا دايركت أخذ عصير شو بتساعد كاستر المي نور يعني الموضوع كاستر المي أول شي شو شو اللي بيساعد فيها لحتى الواحد إنه ينقص وزنه بهي الحالة كاستر المي الدافئة بتهيئ الجهاز الهضمي عنا بالإضافة إنه نحنا في حال نحنا في عنا كمية نحنا دهون كتير كبيرة فهي بتساعد نوعا ما إنه نحنا تخفف هذا الموضوع عنا ولكن نحنا هم ما عم نحكي إنه هي بتنزل الوزن لأ هي قطة متكاملة كاملة هي بتساعد على نزول الوزن وأفضل بكتير مما بلش أنا بالعصائر لأنه أنا عندي ساعات من الصيام كتير طويلة أجي يبلش بشي فيه كتير سكر وإرفع الأنسورين بسرعة بعد فترة بحس حالي إنه أنا جوعان وبدي أكل أكتر فهذا الموضوع غلط خاصة عنا يعني العصائر اللي مضافة إلى السكر هي فكرة إنه مو مثلا عصير طبيعي عم أخذ أنا سكر فواكي عادي لا أنا عم أخذ أنا عم بحكي على العصائر اللي أنا بنضف له سكر هذا غلط لارق سوس التمرهندي ما في عليهم مشكلة طيب خليني أنا أمشي معك خطوة بخطوة أول شي بدنا كاست المية الدافية شو ما كان يكون لازم تشربوا أول شي كاست المية الدافية تاني شي بعد ما تاكلوا الوجبة ممنوع تاكلوا حلويات نهائيا صح؟ وتشربوا عصائم طبيعية هلأ إحنا مشاهم ما كتير نستعلم الموضوع لأنه فيه أشخاص عندهم كتير بيحبوا الحلويات فهنا فيهم يأخذوا قطائف مثلا وتكون محشية بالجوز ولكن مش شوية مالة مقلية وما بصير أنه هي تكون مغمورة بالقطر فينا ناخد هذا الخيار مثلا أطائف في حال أنا حابب أني أخذ كمان معروك يعني نوعا ما يفضل أنه نحنا ناخد إذا بدنا يا أم الحلويات فقط مرة بالأسبوع أو مثلا فيني أسم الحلويات تبعي يعني ما أخذ كميات كتير كبيرة يعني مثلا حنحكي على معروك مثلا كبير فيني أخذ فقط يعني شقفة صغيرة أقل من الربعة حطا يعني أيوة إذا أنا حابب أنه أخذ شي يومي يعني أنا خاص في عندي إدمان يعني طيب تمام وكمان في عنا شغلة اللي فيهم أشطة مثلا هذا أنا بدي أخذه فقط مرة يعني حاول أني أخذه فقط مرة بالأسبوع وبعدها يفضل أنه نحنا ناخد فواكي حلو أفضل يعني فواكي أنا فضل أنه نحنا ناخد فواكي كالسناك بين الفطور وبين الأسخور خاصة أنه هنم مالهم مطرح أصلا باليومي يعني أوكي يعني هنم يعني بيومي أنا معت في مكان للفواكي يفضل أنه أنا أخذ فواكي بين الفطور وبين الأسخور أنا بكون عم بأخذ ألياف وعم شبع رغبتي بالسكر وكمان بالإضافة أنه أنا عم بأخذ فيتامينس ومعادن لأنه منلاحظ حتى بعد لمضان كثير في أشخاص بيصير في عندهم شحوب بالوجه صحيح السبب الرئيسي أنه أنا معم بأخذ فيتامينس بغض النظر عن التعب نحنا معم نحكي عن التعب نحنا معم نحكي عن هيلتكرة أنا معم أخذ فيتامينس ومعم أخذ معادن فهذا غلط فنحنا نأخذ فواكي وإذا حبينا نحنا نأخذ حلويات صحية فيها نعمل قاتو مثلا فنعمل إشياء ستكون صحية يكون مثلا بالشوفان معمولة ما يكون فيها يعني هنا ما يكون فيها مثلا سكر ما يكون فيها فات كتير حاول أدمى فيني بشهر رمضان بعد عن مصادر الدهون أدمى فيني ونحنا ما عم نحكي على الدهون مثلا زيت الزيتون لا نعم ولا زيت الكنون لا طيب عم نحكي نحنا على الزيوت المشبعة مثلا عفوا دهون المشبعة والزيوت المهدرجة اللي بنقلي فيها مثلا معجنات كمان لازم خطف منها عفوا نور زيت الكنولا هو مو زيت يعني يعتبر ضار للجسم ولا لا عادي لا 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 ما ضار أبدا أبدا العكس مفيد وبنفس الوقت وبنفس الوقت كمان هو من يعني أفضل بكتير من باقي الزيوت يعني لأنه زيت الزيتون حتى زيت الزيتون مفيد جدا 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 ولكن على النار بيتأكسد يعني أنا ما لازم قدر بدي أستخده ما لازم أنا عرضه للنار كتير لأنه بيتأكسد وبيعمل لي مشاكل بصير يعني عواض ما يكون مفيد بصير مدر عظيم فحتى طريقة الاستخدام أنا بدي أنتبه طريقة طبخي بدي حاول ما يكون فيها دسم كتير في أشخاص بشكل يومي يعني صدقا أنا يعني أنا بتابعهم بشكل يومي عندهم مع كورونا عندهم بشكل يومي السكالوب مثلا يكون مقلي البطاطة المقلية تكون مقلية مثلا إنه هيك يعني إنه كتير بزيت ما تكون مقلية بطريقة صحيحة ما يكون شوي يعني إنه فيها كمية زيت بسيطة لا بيكون كتير مغمورة يعني في عندهم أصناف بشكل يومي هي كتير كتير مضرة لأنه بعد رمضان لما بنعمل نحن تشيك أب ونعمل تحليل مثل شحوم ثلاثية أو كوليسترول أو شيحة اللائية كلها هاي مرتفعة ساب الرئيسي هو النظام اللي أنا اتبعته بشهر رمضان ولكن الصوم جدا مفيد لأنه هو تنقية السموم من الجسم ونفس الوقت نحن نخفف كمية دهون كتير بجسمنا إذا نحن عرفنا كيف ننظم أكلنا ونمشي على القواعد اللي اللي عم نحكي عليها والله نظام غساء رائع جدا وعلى فكرة كتير بسيط كتير بسيط كتير بسيط كتير بسيط يعني نور الصبان يعني إنساني أول شي حنوني كتير معكم كانت وقديش طيوبة معكم وعطتكم كل شي وبتاكلوا كل شي شو بتكونوا هكا بكميات كتير قليلة وعلى فكرة إذا بتشوفوا ولا نور يعني بتقولوا يا ريتني جسمي مثل جسمة والله العظيم ما شاء الله عليها يعني غزيت العين الله يحميكي نور أنا جد أشكري كتير على المعلومات الحلوة ودي إليك إن شاء الله يا رب هيك يعني يلتزموا المتابعين لهذا الموضوع لأنه عن جد مهم ومليح ما شفتيني مليح ما عم نحكي أنا وياكي يعني الكاميرا لأنه كل شي حكيتي أنا عم طبق بالغلاء في المعلومات شكرا كتير لألك نورتيني اليوم وإن شاء الله أنه لقاءات بفيديوهات تانية بيصحصي العافو أهلا وسهلا وإن شاء الله هيك كل ما نحن بنعطي موضوع أحلى وأكتر أهلا وسهلا فيكي أكيد متابعينا ومستمعينا أكيد فيكم تجربوا هذا النظام الغذائي وتخبرونا كمان بالتعليقات إذا نجح معكم وأي سؤال حابين تسألوه كمان تركونا بالتعليقات شكرا كتير لكم إلى اللقاء شكرا كتير لكم